نعم في توازن بين الدينونة والنعمة بين الغضب والمحبة وعلى فكرة كلمة الله مكتوب عنها سيف ذو حدين كلمة الله تقسي وتلين من ناحية أخرى كلمة الله بتشجع وبتريح لكن من ناحية أخرى تدين وتقلم الإنسان اللي بيرفض كلمة الله تخلص مولودين بكلمة الحق وتهلك أيضا للذين يرفضون الحق والغضب إلهي هو جزء من كل مشورة الله المشورة اللي هي بتعطي توازن في الرسالة المسحية ما فيك تتكلم عن محبة الله بدون ما تتكلم عن النتيجة رفض هذه المحبة اللي هو الغضب الإلهي فالرب يعطينا فعلا في هالحلقة يكون فيه حرية من الغضب اليوم بحيث أنه نؤمن بالرب ونلقي كل أعمالنا وأحمالنا على هذا الإله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر